ممكن اقتصادي يعني نخلي إزاي الناس تكسب بعرق جبنها ولا تنتظر المساعدة دي تبقى المساعدة الكبرى لهم صحي كده؟ تمام كده فعلا حلو قوي عاملين إحنا برنامج إحنا اللي يعني أنا موجود إحنا في الوزارة عاملين برنامج فرصة إيه بقى قصة فرصة إحنا تكلمنا كذا مرة وتقابلنا وما إلا ذلك بس أنا مهامة بقى عندي نتكلم باستفاضة والفلايرز والكتاب بتاع دليل جلسات الدعم ده أنا قلت الدكتور عاطف أخده أنا مروح ألي بص هو بتاع بساسبه لك فأنا أخده أنا مروح والحياة شرفني طبعا التواجد النهاردة مع حضرتك في بعض اللقاءات التلفونية إحنا يعني ذكرنا إن إحنا أما يكون قدامنا فئة الفئة دي عندنا شبكة الحماية اجتماعية فيها فئتين فئة غير قادرين على العمل تماما اللي هم أصحاب الإعاقات أو كبار السن أو الأطفال اليوتامة وفئة قادرة على العمل لكن عندها ظروف اقتصادية عائلة كبيرة دخل بسيط امرأة معيلة مطلقة حديثة فمعنداش دخل فدولة برنامج تكافل بيغطيهم مفروض يغطيهم لفترة زمنية معينة وبعدين يطلعوا منها اللي بيحصل عندنا إن إحنا نظرا لإن إحنا يعني عندنا تراكمات في نسبة أمية عالية في بعض الأماكن الريفية عندنا تقريبا النهاردة أكتر من 5 مليون أسرة بيمثلوا 20 مليون فرد موجودين في قاعدة بيانات بالإضافة للمرفوضين تقريبا قاعدة بيانات فيها 40 مليون فإحنا بدأنا بشكل منهجي علمي نشوف الناس دي موجودة فين إيه خلفياتها خلفياتها العلمية أو العملية كانوا بيشتغلوا إيه وكده وبصينا وطلعنا لقينا تقريبا 44% منهم أهل من 40 سنة موجودين تقريبا 70% في الصعيد 80% في مناطق ريفية على مستوى الجمهورية الحقيقة طبعا أكتر من 75% منهم سيدات فصممنا تدخل بفكرة المنظومة يعني الشخص اللي هو لم يعمل طول حياته فبالتالي ما يدخل سوء العمل مش بس عنده رهبة في سوء العمل هو عنده يعني سواد عن الفكرة الفكرة مش موجودة لا بتطرق في باله أنه يشتغل لأنه هو ممكن المساعدات بتعيشه في حالة ما نطلق عليه منطقة الراحة حتى لو كان المساعدات دي ضعيفة ولا تغني ولا تثمن يعني فإحنا بنبدأ المنظومة دي بإن إحنا بنتعامل نفسيا معاه إن إحنا نرفع منسخته في نفسه نحفزه نديله معلومات مكسفة على فرص التمكين الحقيقة كلمة التمكين الاقتصادي في معناها الحديث اللي إحنا بنعطيه له المهارات والقدرات والمعارف والمقومات إحنا مش بديله مكنة خياطة هنديله من الأول المهارات والمعارف والقدرات والمقومات أصلاح هنديله مكنة الخياطة ومعرفش هيعمل بها إياه ويشتغل عليها صح هتتخذ وتتبع أحسنت هو فيه الحقيقة فيه شخص اسمه بيلد رايتون مؤسس أشوك قال كلمة أنا دايما أستعملها أن رواد الأعمال الاجتماعيين لن يعطوا سمكة ولن يعلموا الصيد لكنهم هيحدثوا تغير جزري في عالم الصيد إحنا نتكلم على عالم التمكين الاقتصادي أن إحنا مش هنعطي مكنة خياطة ولا هندربه على الخياطة لأ إحنا هنغير المنظومة بدءا بأن إحنا نغير عقلية الشخص استجابته واستعداديته أنه يتوظف عند الآخر أو يأخذ مكنة خياطة نعمله إطار فيه أن فيه شبكة من الدعم والتوجيه حواليه بحيث أنه هو يستقيم في اتجاه التمكين ما يبقاش فيه تشوش وتشتت ورجوع للخلف بنعمل نوع من أنواع تدخلات مصممة بحيث أن هي أول مرة في تاريخنا يعني نروح فين هو موجود فين بالظبط لأن قادة بينات بتورينا مكانهم فنعرف نعمل حاجة اسمها مسح سوق سريع للمقاومات الاقتصادية الموجودة يعني إحنا عندنا كمثال أقول للمشاهدين حاجة غريبة عندنا في محافظة الغربية قرية اسمها شوبرا بلولا بتنتج 60% من إنتاج اليسمين في العالم كمثال في العالم فيها 50 ألف أسرة ياريت تكلموا عليها مرة فيها 50 ألف أسرة بتشتغل بس في اليسمين في زراعته وحصاده دي القرية صاحبة أجمل رائحة على مستوى العالم فعلا يعني بس إحنا لو بصينا على أن إحنا بيجمعوا اليسمين ويحطوه في مثلا ويكبسوه وبالكتير ممكن يطلع بعض الزيوت منه لكن هما بيبعوه يعني إيه شبه خام بالتالي بيصدروا يروحوا في دول يعملوا منه زيوت يعملوا منه عطور طبعا اللتر في العطر بيكون بكذا إحنا بالتالي إحنا مش كذبانين في القيمة المضافة الناس اللي بيشتغلوا في الهناك بيحصلوا يعني اليومية بتاعتهم ممكن تبقى من 50 ل 100 جنيه بس هو ده اللي بيحصلوا يدوب على قد المعيشة اليومية اللي بياخد القيمة المضافة بقى هو اللي بياخد المئات الألاف ده إحنا بنحاول نركز بقى لأن إحنا طب ليه البرنامج يعمل وحدة إنتاجية في المجال ده إحنا طبعا ما عندناش دلوقتي النشاط مع شوبرا بلولا لكن عندنا في الخرشوف مثلا في البحيرة في مشهورة بالخرشوف فبالتالي الخرشوف ده ممكن بيتبع كثمرة لكن ممكن يتأشر ويتنظف ويتعبق ويتصدر فبالتالي دي محتاجة وحدة بتعمل حاجة اسمها قيمة مضافة يعني وحدة تعبئة دي قيمة مضافة فبالتالي احنا بركز على ثلاث مصارات لأيما نحن نجمع الناس في أنشطة ندي نفس المنتج نفس الأداة الانتاجية يعني نفس نوع الطيور مثلا جربنا في البحيرة مع 410 سيدة الفراخ البياضة اللي هي كل سيدة تاخد 120 فرخة بياضة تخير 120 فرخة هيبيضوا مثلا في حدود 70 أو 60 بيضة في اليوم لو احنا ادينا 400 أسرة متجورين فاحنا بنتكلم على 50-60 ألف بيضة في اليوم متوسط فمفروض ده تحول إيه لدي اسمها سلاسل قيمة فاحنا محتاجين حدي لما منهم البيض حدي ينقلوا حدي يودي يعني يودي الأسواق اللي هي السوبر ماركت أو الحاجات اللي هيتاخدوا بكمية لأن ده يومي محتاجين حدي يجيب لهم العلف محتاجين بيطرية أو خدمة ممسندة فإحنا خلقت السلسلة كمان فاحنا خلقت السلسلة فاحنا بنصمم التدخلات من الزراعة من منظمات الدولية بيشتعل معنا من مصريين طبعا كلهم فبالتالي بنصمم التدخل بنروح عند جمعية أهلية من المكان من المحافظة ومن المراكز ونتعاقد معها نتنفذ تحت إشرافنا وبجانب التنفيذ الجمعية أسسنا حاجة اسمها الشبكة القومية لمتطوعية التمكين اقتصادي داعم اللي هي دورها شباب من المنطقة تفضل لا لا كم نقطة معها اللي هو الحقيقة الخاتمة يعني هي المنظومة بتبدأ من إن إحنا نبدأ من قواعد البيانات فنتعرف على البوكت بتاعة الفقر اللي هو الأفقر الفقراء ونطلع منه الناس اللي إحنا في سن العمل اللي إحنا نجيبها في جلسات ونحاول نغير عقليتها ونشجعها ونبدأ نشوف تدخلات اللي إحنا نصممها ويبدأ في ثلاث مسارات مسار اللي إحنا نعمل أنا هستنى بقى على الثلاث مسارات دي بالإذن زي ما يتقال كده هروح للفاصل بس أنا قبل لما نروح الفاصل على طول سؤال في الزغانتك الحاجات دي بدأنا نشتغالها إحنا مشغالين يعني مثلا مشروع الفراخ والبيض والحاجات دي بدأنا بدأنا إحنا مش بدأنا إحنا بدأنا من عشرين عشرين حيات كورونا وقفتنا السنة دي إحنا في 13 فبراير الماضي تعقدنا على 35 ألف أسرة مفروض دلوقتي يومها في التنفيذ 35 ألف أسرة اشتركوا في Youtube